دلوقتي معدنا مع فقرة اسمها صح ولا غلط وبنقول الحكاية دي دايما في صيغة سؤال وسؤالنا النهاردة اللي هنجاوب عليه هو صح ولا غلط ان احنا ننظف سرة الطفل المولود يعني جديد بعصيان الودان عارفين عصيان الازن القطنية دي فيه كده الناس يقولك ايه العصيان الازن دي رفيعة حتة القطنة اللي فيها حلوة كده رفيعة فننظف بيها السرة هل ده صح ولا غلط والاجابة ان ده طبعا غلط اولا لان ده بيعمل فيه خطورة انه يفتح جرح السرة لان السرة دي جرح الحبل السري ده لما ده اللي بيصل ما بين الجنين كان والام عشان التغذية والاكسوجين والكلام ده كل فلما بيتفصل اسناء الولادة ده جرح جرح بيحصل له التقام ويحصل له تجلط للدم والكلام ده كل فده الطفل السغر ده لما نقعد انا اسف يعني في كده نقعد ننخرب كده بالبتاع دي ده غلط جدا ممكن يعمل تلوس ممكن يفتح هذا الجرح الطريقة الصحيحة ان احنا بنجيب حتة قطن تمام وفيه على فكرة القطن العادي او فيه بيتباع في السيدليات حتى القطن بتاع السرة بتلاقي قطن دائري كده بتلاقي بكتة كبيرة كده اللي بيستخدمه حتى حضراتكم السيدات في ازالة الميكاب او ازالة المكياش بنجيب حتة من القطن دي بنحط عليها كحول كحول طبي اللي برضو بنجيبه من السيدلية وبنمسح بطريقة البسح الدائري للخارج يعني ايه انا هول شايفين ايه دي بروح عامل دايرة كده واخرج واخرج مبرجعش للنقطة تاني بجيب حتة تانية كده وحط وامسح واطلع لبرة مبعدش عامل كده لا انا بعمل اكني برسم دواير لبرة تمام كمان فيه لازم العناية بمنطقة الحزام عند الموليد اللي بقى مش السرة ما حوالين السرة نخلي بالنا بس ان الحفاظات ما تكونش طايت او ما تكونش ديقة قوي انا عارف ان انتو بتبقوا مش عايزين يحصل تسرب او كده بس لازم نختار المقاس المناسب لانه الجلد الطفل المولود دا او الصغير ارأ بنسبة 30% من جلدنا فوارد قوي انه دا يحصل احمرار كده في منطقة بنسميها منطقة الحزام وده يبقى يتهاقلنا انه لا قدر الله حاجة يعني حاجة خطيرة وهي كل الحكاية ان احنا تقلنا ادينا بس شوية في ربطة الحفاظ خلوا بالكوا قوي من الحكاية دي وخلوا بالكوا مرة تانية وتالتة ومليون السرة مش المفروض يطلع منها اي حاجة لا نقطة دم ولا افرازات اذا فيه ناس تقول الافرازات الطبيعية بتاعت السرة مفيش افرازات طبيعية السرة مفيش حاجة اسمها افرازات طبيعية تمام